طيب هنقول اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هنشوف مع بعض المقادير معي هنا اربع معالق كبار من الكاكاو الخامل الكاكاو الخامل هو الاسباني بالصول هو درجة اولى الغامق جدا اهو حتى امر اوي اوي ده انضف انواع الكاكاو ورشة ملح اهي حطالكو الملح هنا عشان تعرف ان هو يعني حاجة بسيطة بس تكسر الحدة بتاعت السكر وفانيليا معلقتين كبار من اللبن البودرة كوباية اللي ربع لبن حليب وكوباية سكر ناعم سكر ابيض ناعم وده كيس اجيبه لكم تشوفوه ده كيس نسكافي بالبندق خلاص هي دي ما قدرنا وطبعا معي الزيت ده هيبقى كوباية نفس العيار المك ده عياره زيت تعالوا يلا نقول بسم الله ونشوف اول حاجة هنعملها في النوتيلة بتاعتنا اول حاجة هحط معي كوباية لربع من اللبن اهو بسم الله وبعدين هحط معلقتين كبار من اللبن البودرة بسم الله واحط النسكة فيه اللي هو بالبندق كيس واحط كوباية السكر اهي بسم الله وكمان هنحط الكاكاو ورشة الملح وهنضرب وهنضرب كل ده مع بعض في الخلاط اه دلوقتي هحط كمان رشة صغيرة جدا من البنيلية اه انا هحاول انزل كل اللي على الجناب من هنا كده وارجع اضرب تاني الريحة حلوة جدا ما يبقى الكاكاو ونوع نضيف بيبقى ريحته حلوة قوي قوي في فيه حاجة بتعمليها وطعمه كمان بيبقى احلى هنزل كل اللي على الاحراف كده بسم الله وهارجع اضرب تاني والوقت اللي انا بضرب فيه هعاير معي كوباية زيت وهنزل بيها بخيط رفيع جدا جدا ده كده النوتلا انا عملت معكم قبل كده سوس الشوكولاتة على السخن هاجبه لكم ان شاء الله واسبه لكم في الديسكريبشن اسفل الفيديو او صندوق الوصف شوفوه ان شاء الله هياجبكو جناش الغلابة يعني يارا نضرب تاني بقى هنعير هنا كوباية الزيت نفس المك اللي حطيني منه اللبن خلاص كده دلوقتي هنزل بالزيت سرثوب رفيع جدا في الخلاط وهو شغال بالشكل ده وده السر اللي هيخلي النوتلا معيكي تتماسك وقوام هيتقل بصوا هتلاقوا القوام بيتقل معيكو اثناء الضرب لازم تنزلي به سرثوب او خيط رفيع بالشكل اللي انتو شايفينه ده هتلاحزوا وانتو بتحطوا الزيت ان الصوت بتاع الخلاط بدأ يتغير وده من تقل القوام فيه ابصوا القوام بعد ما انضرب كويس جدا التقل ده بيحصل وانتو بتنزلوا الزيت كده سرثوب كده اهو بصوا ما شاء الله اهم حاجة في الموضوع ده كله الككاو يبقى نوع نضيف والزيت يبقى زيت برده نضيف عشان ما يبقاش له ريحة يعني ريحة الزناخة اللي بتبقى في الزيت وفي الككاو اللي هو اي كلام ده اهم حاجة في اي منتجات اكل يا جماعة بالزيت لازم تيجي درجة اولى لازم تيجي حاجة نضيفة جدا او زي ما انتو شايفين كده دلوقتي هنفضيف في حاجة ونسيبه في التلاجة اهو دلوقتي احنا جبنا اي بطرمان نضيف عندنا اهو بصوا القوان ما شاء الله بقى زي الفل بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو رهولكو هنا اكثر بصوا بقى عامل ازاي اهو تعالوا بقى انفضيت جيوا بطرمان يكون مخصول كويس منظيف اهو لو هتحط في علبة التلاجة برضو نضيفة ونشف عشان ما يعفنش بسرعة اهو بسم الله الرحمن الرحيم والاول ما راي يزور كراتنا يريزني عاملنا بلايك بشي يروسها بس كرية بتطعمت الكرات عشان نوصل لكل جديد ان شاء الله اذا ما انشفها حافظي في البرطمان عايز اواريه لكو اكتر هو ما شاء الله حاجة روعة طيب انا هعبيه في البطرمان وارجع اواريه لكو تاني مجربوه ان شاء الله يعجبكو جدا 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 بسوا عايز اواريكو الجمال بسوا مزت او في البرطمان اهي شوفوا عاملة ازاي طحفة طحفة يعني انا عن نفسي وقف عن ملاقية كل فيها والبنات شغالين ما شاء الله في الخلاط يعني مش عايز اقول لكم بينظفوه جامد يعني اهو دلوقتي هغطيها وحطها في التلاجة بس همسح الفوضى اللي حصلت دي وانا عايز اولوكو بسوا الكمية بسم الله ما شاء الله عملتلي ده البرطمان ده حوالي 850 او 900 جرام الكمية اللي احنا عملناها اهي اهي يعني زيادة يعني كيلو الا حاجة بسيطة بتكريف بسيطة خالص جربوها ان شاء الله دلوقتي هنحطها هين ما شاء الله زي ما هي زي ما انت شايفين كده هحطها بقى في التلاجة تسقع شوية وارجع وارهالكو بعد ما تسقع شكلها ايه بتكون جمدت كده ومسكت والحاسلنا اللي بيقع ده اهو بعد ما بيطلع من التلاجة بيقع تحوالي ساعة ويمكن اقل كمان تقطيبه بقى شوكولاتة طرطة تعملي منه كيكة المج السينابون الدسباسيتو البلاك فورست كيكة الهوهز وكريمة الهوهز او السويسرول والدوناتس وطبقات الكيك والشوكولاتة وتحشي بيه كمان السويسرول يا رب يكون الفيديو عقبكو ازبكم برعاية الله سلام عليكم